بعد أن اكتشف العلماء وجودها قبل أكثر من قرنين يطمحون الآن لاكتشاف المزيد عن مدينة بومبيل إيطالية لكن المشكلة تكمن في أن شواهد المدينة الرومانية من الأبنية والشوارع مدفونة بالكامل تحت رماد بركان جبل فيزوف الذي أصابها قبل مئات آلاف السنين بيئات مثل هذه يصعب بالتأكيد التحكم فيها ومراقبتها بمرور الوقت المدينة مليئة بالمناطق الغير المستكشفة تحت الأرض ولتسريع أعمال التنقيب وسبر أغوار المدينة المجهولة ابتكر العلماء الروبوت اسبوت القادر على التقاط صور ثلاثية الأبعاد والتنقل بشكل آمن في الأروقة الضيقة والخطيرة المدفونة تحت الأرض إن الروبوت سبوت بالتأكيد هو أفضل ما تم التوصل إليه إنه المستقبل فهو ماسح ضوئي بالليزر قادر على التنقل في البيئات الخطيرة والاستشعار ومعالجة البيانات وتحليلها وإرسال الصور من خلال كاميرات عالية الدقة ترافق سبوت في مهمته طائرة مسيرة تعد أول ماسح ليزر ضوئي طائر قادر على إجراء مسح ثلاثي الأبعاد تهدف هذه الحلول التكنولوجية المبتكرة للحصول على بيانات مهمة لمواصلة حفظ ودراسة المنطقة الأثرية التي تزيد مساحتها على 6 كيلومترات دون المخاطرة بسلامة المنقبين العاملين في الموقع الأميسسورة دي تيارتي عربي ترجمة نانسي قنقر